يعد مركز الملك فهد الثقافي الإسلامي في بوينس آيرس عاصمة الإرجنتين منارة الإسلامية مشرقة في منطقة أمريكا اللاتينية هذا المركز هو ثمرة من ثمار العلاقات المميزة بين المملكة والإرجنتين إذ أهدت حكومة الإرجنتين أرضاً كبيرة للمملكة لكي يتم بناء مركزاً إسلامياً للمسلمين في الإرجنتين ليأمر خادم الحرمين الشريفين آنذاك الملك فهد بن عبد العزيز رحمه الله ببناء هذا المركز الذي أصبح الآن منارة إسلامية مشعة في أمريكا اللاتينية ويعتبر هذا المركز هو أكبر مركز إسلامي في العالم من حيث المساحة بـ 37 ألف متر مربع المركز الملك فهد الثقافي الإسلامي في الأرجنتين أصبح محط أنظار الجميع سواء من أبناء الشعب الأرجنتيني أو من حتى السياح القادمين إلى هذا البلد حيث أنه معلم من معالم السياحية الموجودة وأصبح يقوم بأدوار كثيرة هذه التحبة المعمارية جسدت جمال الفن الإسلامي وأبرزت معالمه ليكون هذا المركز المرآة الإسلامية والمعلم ضمن معالم هذه المدينة يعني الناس في حاجة إلى أن يعرفوا الثقافة العربية والسعودية على وجه الخصوص وقد يصعب على كثير من الناس في أمريكا اللاتينية لبعد المسافة زيارة البلدان العربية والمملكة العربية السعودية تحديدا فأردنا أن ننقل لهم صورة مصغرة عن تراث وماضي المملكة العربية السعودية والعالم العربي بين أيديهم يتكون المركز من عدة مرافق كجامع لإقامة الصلوات يسعى لألفين مصلي وكذلك مدرسة للمرحلتين الروضة والابتدائي لتوفير التعليم لأكثر من 250 طالب وطالبة ويحتوي على مكتبة تخدم عدة مؤسسات تعليمية في الإرجنتين فيما يخص الجانب الثقافي يحتوي المركز على قرية تراثية عن المملكة ومعرض دائم للحرمين الشريفين بالإضافة إلى مرافق رياضية واجتماعية ينبثق من هنا من هذا المركز العظيم أكبر مركز إسلامي في أمريكا اللاتينية صورة مشرفة ومشرقة تتضافر فيها الجهود لإخراج صورة المملكة العربية السعودية وسياستها وسماحة الإسلام أنا أسلمت هنا في هذا المركز وأخذت العلم كذلك من هنا من الشيوخ الحمد لله هذا فضل من الله ليس هنا في الجنوب الغربي من الكرة الأرضية وحسب يمكن أن تشاهد ما تقدمه المملكة العربية السعودية من دور تكابلي لخدمة الجاليات المسلمة وللمجتمعات بشكل عام بل يمكن أن تلتمس دورها الحيوي بدعم سوبل السلام وخدمة المسلمين وتعزيز التواصل بين الشعوب في كل أنحاء الأرض بدر العزمي بوينسايرس لقناة الإخبارية